اشتركوا في القناة بصففصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص والبحر وما بناخدش بالنا فبناكل كتير في الشتاء أصل جاء وبرد فبناكل كتير فطول الوقت احنا بناخل كتير ومش عارفين نحدد وبيجي فجأة لا عايزين نخس برضو وعايزين نخس بسرعة ومش عارفين نعمل ايه وندخل بقى في أنزمة غزائية خطيرة جدا وبدأ نقدر كده نخترع أنزمة غزائية مش عارفين هي جات منين وتكون مضرة جدا للجسم خلينا نعرف تفاصيل اكتر ايه هي الطرق الصحيحة والمزبوطة في فصل الصيف اللي قدر نفقد بها الوصف نفس الوقت واحنا بنحافظ على صحتنا خلينا نعرف كل هذه التفاصيل من دكتورة سارة شاوي اخصائية التغذية العلاجية والسبنا والنحافة منورنا في استوديو السباعة الخير يوم السباعة الخير عليك يا دكتور السباعة النور عليكم الصيف ولا الشتاء ايه أكثر فصل الواحد بيحرق فيها دكتورة في حديث كتير على الكلام الحقيقة مش بتفرق قوي الصيف ولا الشتاء طبعا الشتاء بنحرق أكثر علشان بيبقى درجة الحرارة بتبقى يعني أقل والجسم بيحاول إن هو يدفي نفسه فبيحرق أكثر بس الصيف بيبقى أسهل في الضيط بشكل عين ليه لأن احنا في الصيف ما بنبقاش جعانين زي الشتاء الشتاء لما حرقنا بيزيد احساسنا بجوع كمان بيزيد فبنأكل أكثر لكن في الصيف بقى بنقدر إن احنا نكترول الموضوع ده بنبقى أكتر عطشانين لقدرنا نبعد عن المشروبات الغازية والحاجات اللي فيها سكر ولجأنا للمية حنقدر إن احنا نخص بسهولة طيب نقطة المية بقى دي ممكن أنا وانتي قم نتكلم فيها قبل الهوا في ناس فعلا مثلا ما تقدرش تتخان هي تاكل من غير ما يبقى حاجة فيها سودا عشان عندنا معتقد إن هو مفيد للهضم أنا معرفش صلاحي المعلومة دي لهو فعلا السودا مفيدة للهضم وفي ناس لازم بتحب تشرب حاجات تكون رفراشنج شوية تحس إن يعني يافة عشان الحر وبتاع غير المية بقى في ناس أصلا ما بتحبش طعم المية مثلية دي مشكلة يعني مشكلة إن إحنا ما نلجأش للمياه الغازية والحاجات اللي مليانة سكر لأن ده بيبقى سبب زي ما بنسميه كده امتي كالوريز إحنا مناخد صعرات حرية عالية جدا بيبقى فيها سكر كتير جدا من غير ما ناكل طيب نعمل إيه زي ما كنت بقولك إحنا ممكن نلجأ مثلا للمياه الغازية يعني نحط عليها للمون نحط للمون بالنعناع شوية تلك ده بيبقى مفيد جدا للهضم لأن عموما أي حامض آه أي حاجة حامضة زي خلطه فاح أو اللمون دي بتساعد جدا للهضم السودا مش بتساعد الهضم بالعكس هي ممكن سبب انتفاخ أي مياه مع الأكل بتقلل حمضة المعدة عموما وممكن تخلينا ما نهضمش كويس لكي لو نزود عليها للمون بيحسن جدا لستويات الإنسولين والسكر في الدم بيحسن جدا للهضم بيحسن الامتصاص بيزود امتصاصنا لفيتامينات كتيرة ومعادن كتيرة زي مثلا بي 12 والحديد وعاجات كتيرة قوي فلو جبنا كوبات ميا معها مثلا نصف للمونة وممكن نحط نعناع كمان ده بيبقى زي ديتوكس كده بيبقى لطيف وطعم وحال ويخلينا قدر نشرب المياه بتاعتنا بشكل أسهل ومياه الفوارة مفيدة كمان المياه الفوارة أحسن يعني أقل ضررا بكتير من المياه الغازية اللي مليانة سكر فهي بتكون بناخد الفيز اللطيفة وبنحس نحن نشرب حاجة من معيشة وفي نفس الوقت ما بيبقاش فيها أضرار المياه الغازية العادية أفضل 3 ألوان من الديتوكس في فصل الصيف منعشين فيهم فايدة نقدر نعملهم في نفس الوقت ما يبزوش بسرعة لأن الديتوكس في فصل الصيف انت عارفها لو حطت طفاحة بتسودة لو حطت جنزة بيلة بيش عارف بتاعمل ايه أفضل حاجة خالص على الإطلاق هي اللمون اللمون او اللمون أقطع اللمون شرايق ورميها في الماء أو أقسم حتى نصدين ورميها في الماء سأحط عليه شوية نعناها لو بحبه أو من غير نعناها خالص ده ألطف حاجة وأصدر في حاجة وما بيبص خالص اي تاني تفاح كمان سواء كان أخضر أو عادي بسود يا دكتور يعني لو حطت عليه لمون برضو مش هيسود حيقل القوي أن هما يتأكسد ويسود ده برضو لطيف قوي كمان الفراولة ممكن أحبطها كمان في الفريزر وتبقى هي بدأ للأيس كيوبس دي هتبقى لطيفة جدا الخيار الجنزبيل الجنزبيل طبعا مفيد جدا جدا الخيار مش كل الناس بتحب طعمه بس الخيار برضو من الحاجات اللطيفة بسوما بيديش طعم عصير شوية أو يعني مسكر شوية اللي يحبه طبعا مفيد جدا لكن مثلا الفراولة التفاح القرفة الجنزبيل الحاجات دي هتدي فليفر لطيفة قوي وهتحرق وهتبقى رفراشنج ومفيدة جدا كمان طيب خيار نروح بقى لل دايت بلانت أو الأنظمة الغذائية عم تلحب إلينا منتبعها أو بنسمع عنها مؤخرا فيه ما بين بقس يوم متقطع ما بين الكيتو ما بين أسباق تانية كتير حيات ما بقيتش قادرة تابع بس عايزة عرف بإنك هل الأنظمة الغذائية دي بشكل عام مفيدة ولا مش مفيدة هل صح أن أنا أحرم الجسم أصلا من أي عنصر أي إن كان إن كان كاربوهدريت إن كان إن كان هل دا صحة أصلا الحقيقة هم عملوا دراسات عشان القصص دي بقى فيه وكيتو وكاربو وحاجات بقى كتير قوي وعملوا دراسات يشوفوا إيه أحسن نظام والناس بتخص على إيه أكتر نظام من 2018 لحد دلوقتي كل سنة بيكسب نظام البحر المتوسط أو المديترينيان ضايت لماذا؟ لأنه متوازن يعني أنا اللي بيكسب أو اللي بيكسب يعني حتى بيقوله البحر المتوسط في العيدة اللي بيكسب هو اللي بيستمر مش مهم بيمشي علي مهم إنه بيمشي على نظام يناسبني أنا يناسب اللايف ستايل بتاعي أقدر أمشي علي لأن السمنة هي تعرفها مرض مزمن ومنتكس فهو أنا زي ما كنت تقولي كده في الأول نحن نعمل نعمل دايت ونخيس بعدين شوية نزهق نرجع ندخن نعمل أنزمة نخص عشرة كيلو في شهر ونرجع ندخن أكتر من الأول فالاستمرارية والنجاح بتاع الرجيم إننا نقدر أستمر عليه نظام البحر المتوسط فيه اللي هو أكلان على العادي وأكل دول البحر المتوسط كلها سواء بقى كانت لبنان تركيا مصر هو بيبقى نظام غني بالحبوب غني بالأسماك غني بزيت الزتون البقليات والحبوب الكاملة بيبعد عن إيه بقى؟ نبعد بقى عن النشويات البسيطة اللي هي الروز الأبيض والمكارونة والعيش الأبيض اللي هو الفينو حتى العيش البلدي بتاعنا مش وحش المهم إن أنا ما زودش قوي منهم أزود البروتين وخصوصا الأسماك بخالي اللحمة مرة في الأسبوع بزود الخضار وبطبخ بزيت الزتون أو الدهون الصحية السمنة البلدي اللي هي المصرية المعروفة عندنا عندنا من زمان جدا دي ممتازة جدا زيت عندنا الزيت الحار المصريين بيحبوه جدا خصوصا على الفول ده كويس جدا ببعد بقى عن السمنة النباتي يعني ممنوعة خالص لأنها مهدرجة وخطر جدا السمنة البلدي أوكي أه سمنة البلدي أوكي زيت الزتون زيت جوز الهند زبدة أوكي زبدة أوكي بس طبعا ما بصرفش قوي في الدهون ما حدش بقى فهم القصة دي إزاي بقى ناس كتير تقولك زمان كانوا أهلينا بيشربوا السمنة البلدي القديمة واشرب في إنجيل زيت الزتون الكلام ده للي مش عايز يخس الناس اللي بتعاني من السمنة أو عايزة تتفقد الوزن طبعا الدهون مصدر غاني جدا بالطاقة وحيتخن برضو الشوفان احنا ممكن نقول إن هي نشويات معقدة كويسة بتبدينا طاقة مش سريعة وما بتعليش قوي سكر في الدم بس طبعا ما زودش قوي ما عودش عامل بسكوت الشوفان وكوكيز الشوفان وبقصومات الشوفان مش حيفرق ساعتها عانت ذي العادي وحيديني سعرات حرية وحيرفع الإنسولين والسكر فإن أنا أمشي على نظام متوازن ده أحسن حاجة لو مش يعني بعيدا عن نظام البحر المتوسط لو هتدي نصيحة دلوقتي للمشاهدين وإحنا فصل الصيف يومهم يبقى عامل إزاي نرجع برضو لزمان لعادتنا زمان أيام جدتنا يعني بلاش نسمعنا كلام كتير أو نسمعنا الإكستريم إلي إحنا نأكل واجبة واحدة في اليوم سيوم متقطة أو واجبتين أو إحنا نأكل خمس واجبات في اليوم أنا شايفة إن النظام العادي اللي إحنا كنا متربين عليه اللي هو نفطر ونتغدى ونتعش ده أساسي إن أنا مثلا لو هروح البحر بفطر قبل ما بنزل بفطر فطر كويس وقفول أو بيد بلاش بقى الكورن فليكس والحاجات اللي هي السكرية دي أنا بعتبر إن دي حلوية مش أكل فنبعد بولادنا عن الكلام ده نرجع للي عادتنا اللي هي الفطار الفول أو البيض ولا الشوفان آه يعني حتى الشوفان مش ده الأساسي مش يعني مش حاجة صحية الأساسي إن أنا باخد بروتين وممكن يبقى جنبه 3-4 معالق شوفان لكن مش باخد شوفان باللبن ده مش فطر الأساسي الفطر العادي بالضبط ده باخد وجبة فطر كويسة جدا ده بتساعدني إن أنا أقعد لحد وجبة الغدى حتى لو هروح على البحر بعمل صندوشات للولاد بتكون برضو غنية بالبروتين ممكن عمل لهم تونة ممكن عمل لهم سوئكة فريخ أنا عملها في البيت أو حتى بيد أو جبنة بالسلطة وباخد معايا الفكهة برضو الفكهة وممكن كمان اللب يعني ممكن اللب والسوداني كمكسرات مع الفكهة لإني لو كانت فكهة بس بعد شوية حبالي نفسي جعين فعايزة لقط لكن لو أخدت معا شوية مثلا لب أو سوداني كبشة كده في إيدي ده حتى بقى كويسة جدا وبرجع باكل الوجبة الأساسية أو بتعش أنا لو أخدت فطر غدى عشاء وفكهة يعني هاخص بمنتهى سهولة وحيبقى لايف ستايل مش عبقى بحرم نفسي من أي حاجة في نفس الوقت حبقى باخد فيتامينات ومعادن وبحافظ على صحيتي برضو في نفس الوقت أهم تلات مشروبات عشبية ساخنة تحرق في فصل الصيف الحقيقة القرفة طبعا معروفة أنها بتحرق بس برضو عايزة أقول تاني فيش مشروب سحري يعني هي بتزود الحرق إلى حد ما أنا بفضل المشروبات اللي بتحافظ على مستوى السكر في الدم زي القرفة برضو القرفة من الحاجات اللي بتقلل مستوى السكر في الدم وبتقلل إنسولين الكوركم الكوركم مضاد للتهاب قوي جدا جدا مفيد جدا بزود التركيز كمان أحسن من الأهل الكوركم والجنزبيل طبعا هو مضاد للفيروسات ومضاد للتهابات وبيزود المناعة بشكل كبير جدا وبيحرق أكثر برضو يعني بزود الحرق يعني أعتقد إحنا بدينا المشاهدين ولينا إحنا كمان بدينا رشادة كده سريعة يا دكتور نقدر نتعمل بها في الصيف وإحنا عندنا معتقد أنه إحنا طول ما أنت في الصيف تحرق كل اللي أنت عايزوا فيه خمس واجبات بقى بالسناكس من جير السناكس ده غلط زي ما سبقنا طبعا دكتور سارة شوي يمكن لو خدنا بالنا فرن ورجعنا لعداتنا وتقاريدنا زي ما كنا نتكلم عادي نفطر عادي ونتغدى عادي ونتعش عادي ونتعش بدري على قد ما نقدر أعتقد الموضوع هيبقى لطيف جدا نشكر طبعا حضرتك زي الشكر دكتور سارة شوي أخصائي التغذية العلاجية وسمنا ونحف نورتين في صباح شكرا جزينا